انتهى الربع الأول من عام 2015 كيف كان أداء المؤشر في السوق السعودي وأداء أيضا أبرز القطاعات والأسهم القيادية في هذه العجالة سوف نعرج على أداء السوق السعودي في الأشهر الأولى من العام 2015 أبدأ بقيمة التداول مشاهدين حوالي 490 مليار و 594 مليون ريال سعودي كقيم تداولات الكمية أكثر من 16 مليار و 353 مليون سهم تم التداول عليها بصفقات تجاوزة 8 ملايين ونصف المليون صفقة هذه نظرة سريعة فيما يتعلق بعدد الصفقات كمية التداولات وقيم هذه التداولات أنتقل الآن إلى المؤشر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حقق ارتفاعات تقريبا بـ 5 و 13 النقطة المئوية خالفة كل الأسواق الخليجية هو الوحيد تقريبا في الربع الأول انتهى أهناها بالمنطقة الخضراء كاسبا 445 نقطة مستوى 8778 نقطة بالرغم أن هناك عوامل كثيرة أثرت عليه أسعار النفط وتراجعاتها من جهة والأوضاع الجيوسياسية التي بدأت واضحة في شهر مارس أذار وآخره والعملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن ننتقل مشاهدين إلى تطورات نمو المؤشر السعودي على أساس ربعي لاحظوا إذا قررناه بالأرباع نفسها من الأعوام الماضية حاليا أكثر من 5% حقق نمو في الربع الأول من عام 2015 لكن في الربع الأول من 2014 نمو كان 11% وفي عام 2013 النمو مشابه للعام الحالي لكن في العام 2012 كان النمو 22% مقابل 1% من التراجعات في الربع الأول من عام 2011 الأشهر الثلاثة الأولى كيف كان نمو أو أداء المؤشر في السوق السعودي في يناير حقق ارتفاعات 7% وفي فبراير تقريبا 5% لكن ما أثر عليه وحد من هذه الارتفاعات هو ما حصل في مارس كما ذكرنا كان هناك تأثيرات من النفط من الجهة والأوضاع الجيوسياسية حقق تراجعات بحوالي 6% ماذا عن أفضل القطاعات في السوق السعودي أداء خلال العام 2015 أتحدث عن الربع الأول لاحظوا التطوير العقاري مشاهدين 29% حقق نمو الاستثمار الصناعي 21% التأمين أيضا بالرغم من أن شركات التأمين في السعودية تعرضت لبعض الخسائر في شركاتها لأنه حقق نمو حوالي 18% النقل 17% كذلك الفنادق والسياحة 14% لكن ماذا عن أبرز العوامل المؤثرة بالسوق السعودي في الربع الأول من عام 2015 هناك أخبار مهمة أولها كانت تعينات الحكومة الجديدة في المملكة العربية السعودية وبالتحديد تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز مقليد الحكم أثر إجابا على السوق الاستقرار السياسي في البلاد أثر إجابا على السوق في الربع الأول تعيير رئيس جديد لهاية أسواق المال كذلك كان أمر مهم بعض الطمأنين في نفوس المستثمرين فضلا عن صرف راتب شهرين لجميع وظفي الدولة هذا كذلك راح إلى حد ما نفسية المستثمر لكن من العوامل المؤثرة تحرك عسكري سعودي أيضا باتجاه اليمن مع تحالف خليجي وعربي باتجاه الحوثيين في اليمن كان هذا من بعض العوامل المؤثرة بشكل إلى حد ما سلبي على السوق لكن من العوامل الأخرى انخفض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات أثرت بشكل واضح وشفنا كيف السوق خاصة بمجلس أدار تراجع تقريبا 6% أيضا موافقة مجلس الوزراء على فرض السوم على الأراضي البيضاء بعض الأسهم تفاعلت مع هذا الموضوع بعض الأسهم لم تتفاعل خاصة في الأسهم القطاع العقاري كذلك بعض الشركات وأخبارها موبايلي تكبلت خسائر كبيرة وهي سهم قيادي بنهاية الرابعة من عام 2014 أدى تأثر على السهم وعلى قطاع الاتصالات خاصة أنه تم فتح تحقيق فيما يتعلق بالقوائم المالية إذن هذه هي أبرز العوامل المؤثرة بالسوق السعودي نرى الأسهم الأكثر نشاطا حسب القيمة في الربع الأول نتحدث عن بنك الإنماء تقريبا نتحدث عن 43 مليار و 68 مليون ريال سعودي كقيم تدولات سابق 31 مليار و 900 مليون ريال اتحاد اتصالات حوالي 26 مليار و 425 مليون ريال الراجح هذا البنك المهم والقيادي 18 مليون و 400 مليون ريال دار الأركان 16 مليون 756 مليون ريال تقريبا كقيم تدولات خلال الربع الأول من عام 2015 ماذا عن الكمية أفضل الأسهم أو أكثرها نشاطا من حيث الكمية لاحظوا أيضا الإنماء مشاهدين مليار و 900 مليون سهم تم التدول عليها دار الأركان قرابة مليار و 600 مليون سهم أيضا حوالي مليار و 34 مليون سهم بنسبة لزيل السعودية كيان السعودية بحوالي 776 مليون سهم واتحاد اتصالات 482 مليون سهم تم التدول عليها خلال الربع الأول من عام 2015